ما يميز أرجوية الثلاثين؟ ما الذي بقي منه في الكتب؟ بقي منه شيئاً كثيراً، هناك قصص وغرائب كثيرة مثلاً كان فيه قصة أن قطر كان جمّل ملعب ملعب السنتيناريا اللي هو الملعب اللي تتلعب في البطول لأن الأسطورة كانت تقول إن لو هذا القطر أطلق الصفرة بتاعته لازم فيه جن يدخل لو أنا متذكر صح كان بين فرنسا والأرجنتين وكان فيه كمية فرص مهضرة بشكل رهيب لأحد الفرقين والحارس كان بيتقلق وعمل بيسد حتى المؤلف كانوا وصفوا ساعتها إنه كانوا بتصدّل الكرة زي القط يعني كانوا هيتجننوا منه والقطر عدة عملت صفار وكان فيه ضربة حرة شاطئ دخلت جون يعني مثلاً دي الحاجات اللي هي الأساطير المحلية اللي ممكن تكون مرتبطة ومش مرتبطة بالفكرة هو اللي يقرأ هذه الكتب وغيرها بيكتشف أحياناً إن القصة حول قصة شعبية يحبها الناس ويصدقوناها ويتداولوناها ولكنها ليست حقيقية بالمرة لكن بيتحلوة يعني يعني مثلاً بيتقلل فيه قصة طبعاً إحنا بنكلم فترة ما كانش فيها كرة قدم احترافية أو مهنية فاللي هو كان حد بيشارك في المونديال وأول النسخة اللي هو ماشي قشطان هلعب كرة رايح المونديال وممكن همس البلدي وكلام دي كله بس لأ ممكن اهتمل وذكره كان فيه اللعب تقريباً لو أنا متتذكر كان في منتخب الأرجنتين وكان عنده امتحنات فكان ساب المنتخب وراح يعمل امتحنات ورجع تاني يعني لا ما عندني الزمان ما كانتش الاستجابة المادية للحاجات دي بس يعني برضو كان فيه حادثة بس أنا مش متذكر كانت في منديال أرجنتين ولا إيطاليا ان كان فيه صحفي كانت نتيجة بتاعت ناطش بتاعت منتخب بلدو طبعاً ساعتها ما كانش فيه انترنت ولا كلام ده كله ما كانش كان كله عن طريق التلفونات اللي هي خطوط الأرضية صحيح وحتى بتخيل بقى المكالمات الدولية بتتعاملها ازاي فالنتيجة بدل ما يتقال ان هي واحد صفر اتقالت عشرة صفر ونزلت في وسائل اعلامة ان هي عشرة صفر بعد كده تصححت اشتركوا في القناة